دعوة أمامية جديدة لقادة دول العالم لحل الأزمات العديدة التي يواجهها الكوكب من تغير مناخي وحروب وتضخم ولا مساوات وغيرها من الأزمات هذا ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش في مؤتمر صحفي عقده قبل أيام قليلة من بدء الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وشدد جوتيريش على أن الحرب في أوكرانيا تفاقم الانقسامات الجيوسياسية التي يمكن احتواؤها من خلال سلام يتماشى مع مثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي هذا ليس وقت اتخاذ المواقف وليس وقت اللامبالات أو التردد هذا هو الوقت المناسب للاتحاد من أجل حلول عملية وفعالة إنه وقت التسوية السياسية والديبلوماسية جوتيريش تحدث أيضا عن أهمية أحياء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مشيرا إلى أنه سيلتقي في الأسبوع المقبل شخصيات فاعلة في هذا الاتفاق على غرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي في مسعى لإحياء الاتفاقية التي أبرمت برعاية أنقرة والأمم المتحدة في صيف العام 2022 بهدف تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود ما زلنا مصممين على بذل كل ما في وسعنا لإعادة إحياء اتفاقية شحن الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود وكذلك نواصل مساعينا لإيجاد تسهيلات متعلقة بالصادرات الغذائية الروسية وسط العقوبات المفروضة على موسكو ووسط مخاوف من تهديدات تمس الأمن الغذائي أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن مساعي تركيا لإحياء الاتفاق لا تزال متواصلة مشددا على أن أنقرة تبذل جهودا كبيرة لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية وتعمل جهدة لإعادة فتح ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود سبأ أسبوع تيريتي عربي